مرحب بحضراتكم من جديد ويمكن زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة احنا على صدد البدء في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي هو مش مجرد بس مساحة العرض وتصويق الإصدارات والكتب ودور النشر لكن هو كمان بيشهد كل سنة حالة من الزخم الثقافي والفني ده من خلال عشرات الندوات والمؤتمرات والبرامج المهنية والأمسيات الشعرية اللي بيشهدها طبعا المعرض هيا بسانت احنا امام دورة مختلفة ودورة استثنائية هيا الدورة رقم 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بلوجة الارقام احنا نتكلم عن 70 دولة مشاركة نتكلم على حوالي 5000 عارض 1200 دار نشر مصرية وعربية ودولية ده بالاضافة طبعا الى برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والفنية هنتعرف على تفاصيله مع المشرف على البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الاستاذ مروان حماد اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير على الحضرات يعني دورة مختلفة بنتكلم على مشاركة وساعة جدا عالمية يعني بتختلف عن الدورات السابقة كمان لاول مرة نرويج ضيف شرف بنفتح نافذة على ثقافة جديدة وثقافة اخرى هي الثقافة في شمال الدول الاسكندينبية يعني حقيقة تيتر اللي كان قبل اللقاء تيتر ملهم جدا ويشعرنا انه كل عمل بتعمله من اجل بلدك الحبيبة يجب ان يصل بك الى نتيجة حقيقية ملؤها النجاح الحقيقة الدورة دي بدأنا فيها منذ الدورة الفائتة ولا نستثني هذا التطور في العلاقات الا بناء على ما سبق الدورة التي نحن بصدد الدخول اليها بلغة الارقام هي مختلفة عن الدورة السابقة لكن الدورة السابقة كانت منصة لهذا الذي وصلنا اليه فكرة ان تكون الدولة راعية للثقافة ممثلة في السيد الرئيس الجمهورية وان تعمل الاجهزة والوزارات جنبا الى جنب من اجل انجاح حدث هو حدث مصري خالص يهم كل بيت مصري فهذا هو المشاركة والتفاعل بين كافة الاجهزة داخل الدولة بداية اتقدم بالشكر سيدة الرئيس على رعايته لمعرض القاهرة الدولة الكتاب وكذلك اتقدم بالشكر لسيدة وزيرة الثقافة الدكتورة نبيل الكلاني وزميلي ورئيسي في العمل الاستاذ الدكتور رحمة باهي الدين لان المنظومة تبتدأ بالتوجيه ثم الاعداد ودخلنا الى مرحلة التنفيذ الى ان يبدأ الحدث المهم الثقافات في العالم بدأت بالادب المصري مصر حين ننظر الى التاريخ نجد مصر في السطر الاول لهذا التاريخ سواء كان فكرا او ادبا او ثقافا الدورة الحالية مع ضيف الشرف النرويج يعني ثقافة شمال اوروبا ثقافة جديدة ربما يكون تربينا على ابسن النرويجي الذي قرأنا له صغارا لكن بتوارد الافكار يجب ان يعرف الجيل الحالي هذه الثقافة التي تعني حكيا وموروثا طراثيا وغيره فالحقيقة النرويج مليئة وذاخرة وكذلك تعد مفاجآت في البرنامج الثقافي كما تفضلت حضرتك البرنامج يقارب من اكثر من 500 فعالية نشاط الطفل الشعر استحدثنا هذا العام محورا للمؤتمرات مؤتمر اليوم الواحد وعلى رأس هذه المؤتمرات ومعني به زملائي وكل القائمين على اعداد البرنامج مؤتمر الذكاء الاصطناعي لأننا في حاجة الى الدخول الى هذا العالم بقوة وجاء بالشراكة مع جامعة مصر المعلوماتية الذراع القوية في هذا المجال أعدادنا برنامجا كي يكون مؤثرا لمدة يوم يشارك فيه مجموعة من علماء مصر وخبرائها في هذا المجال فمصر دائما تعني المعرفة تعني الأدب الزكاء الاصطناعي هو أحد أبرز المحاور نعم 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 عن عالم المصريات سليم حسن طبعا شخصية المعرض السنادي قاعة الشعر الصالون الثقافي ملتقى الإبداع كل دي محاور كمان مهمة موجودة السنادي كلمنا عن كل محور واللي بيضم ايه هو طبعا هذه المحاور هي دارجة في مسمياتها كل عام لكنها تحتوي الجديد كمان معانا بجوار لحضرتك قلتي البرنامج المهني لمعرض القاهرة والذي بدأ منذ دورتين سابقتين وأخذ منصته ووضعه بالنسبة للنشرين حول العالم ربما تكون الدورتين السابقتين الدورة الأولى تختلف عن الثانية عن الثالثة العدد المشارك في هذا البرنامج يزداد عاما عن عام ربما يكون الضعف هذا العام ربما يصل إلى أكثر من ثلاثين مشاركا من النشرين حول العالم في برنامج داخل البرنامج المهني أو محور داخل البرنامج المهني تحت مسمى كايرو كولينج أو القاهرة نادي كذلك القاعة الرئيسية بها كثير من المحاور هذه المحاور تختلف في المناقشات للظواهر للقضايا الوطنية الفكرية والقضايا الأمة جميعا هناك تنوع زاخر داخل هذه القاعات ديوان الشاعر أو قاعة الشاعر يشارك فيها أكثر من متين شاعر هؤلاء الشعراء ليسوا من مصر ولا الوطن العربي فقط وإنما من شتى داخل خلينا أسأل أستاذ ماروان لأنه معرض قرار دولي الكتاب ليس فقط مساحة للكتب العرض الكتب هي مساحة للحوار والتفاعل الثقافي ومساحة كمان لطرح أفكار مختلفة يعني أكبر كتير من فكرة أننا نحصر المهرض في كتاب على رف لا هي مساحة ثقافية كبيرة ووسعة طبعا داخل خلينا أسأل حضرتك دايما في كل معرض بيبقى فيه ضيوف كبار من المثقفين والمبدعين والأدباء من دول العالم أبرز الأسماء المدعوة في معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الخامسة والخمسين ربما يكون من أبرز الأسماء والذي هو يعني حاصل على جائزة نوبل ينفوسة الكاتب الرواي والمسرحي النرويجي الحاصل على جائزة نوبل 2023 هذا خبر مهم كذلك هناك العديد من القامات حول العالم العربي وغيرهم من العالم الغربي الأسماء كثيرة وربما يكون في البرنامج مبتغى للبحث عن هذه الشخصيات سيعلن عنها تباعا وربما يكون خرج بعضها في المؤتمر الصحف الذي يقيمها منذ أيام أسترجع كلمة حضرتك في فكرة أن المعرض ليس نافذة فقط للكتب على الرفوف لكن استخلاص شعار المعرض يدل على الكثير من الكلام حول ما يعنيه معرض القاهرة نصنع نصنع الكلمة بالضبط حينما نفند الكلمات نجدها تأخذ المصار الذي تتحدث عنه حضرتك بحيث أن على أرض هذا الوطن العزيز صنعت المعرفة وحتى نحافظ على المعرفة يجب أن نصن هذه الكلمة التي خرجت من المعرفة التي أضعت العالم ربما من الأشياء الجميلة التي تعلق في النفوس أو في الأدهان أننا نضع مقولات مصرية داخل أروقة المعرض فيراها الشباب فيستعيدون معرفة جدهم المصر القديم الدورة الفائتة وضعنا مقولات للحكيم آني وبتاح حتب وغيرهما هذه الدورة كذلك نضع حتى نذكر الأثري سليم حسن هو رجل مصري بامتياز له أسبقيات في الحفريات التي أقيمت في بلدنا العزيز كذلك شخصية معرض الطفل هو ليس ببعيد وكننا نود أن يحتفي معنا هذه الدورة وهو على قيد الحياة لكننا فقدناه منذ عدة تسابيع الأستاذ يعقوب الشروني لكن دائما الحدث يلتف حوله كثير من المثقفين والقراء ويأتي إلى معرض القاهرة الدولي الكتاب مريدين كما نقول لأنه ليس معرض مصر فقط وإنما هو معرض كل العرب ومرحبا بأي ضيف يحب أن يرى الثقافة المصرية والعربية حابين حركة تكلمنا عن يمكن دائما في كل سنة جناح كده بيكون أجنحة دائمة في المعرض يعني بنكلم عن جناح مثلا الأظهر الأوقاف القوات المسلحة والكثير من الهيئات والوزارات المشاركة حابين حابين نتكلم عن الهيئات والأجنحة الدائمة في المعرض السنة هيكون مين كمان وكلمنا أكتر عنه فكرة المشاركة المجتمعية داخل المعرض أو المشاركة المؤسسية ده بند موجود في المعرض منذ انتقاله وربما يكون التركيز عليه أن يكون الكل حاضرا فيه هذا العرس السقافي الكبير حضرتك ذكرتي أجنحة ثابتة كوزارة الدفاع والداخلية والأظهر والأوقاف وربما تكون المشاركات ليست على الأرض فقط أو في العرض فقط لكن هناك مشروعات مشتركة مع بعض هذه المؤسسات يعني احنا مثلا هذا العام نحتفي مع وزارة الأوقاف بإخراج مشروع مهم عملنا عليه عدة سنوات سابقة ونحتفي 200 عنوان صدور من هذا المشروع له فعالية داخل البرنامج الثقافي كذلك المبادرات المؤسسية والمجتمعية سواء كانت مبادرات رئاسية أو مبادرات من المجتمع المدني وعي دوي غيرها من المبادرات والتركيز على إعطاء ذو الإعاقة حقهم الأصيل الذي ترعاه الدولة والذي نادى به القائم على هذا الملف لهم كذلك مشاركة حقيقية داخل المعرض كل جزء في المعرض يعني فرضا من أفراد الأسرة لا نترك أحدا ولكن نقدم كل ما يهم الأسرة كبيرا وصغيرا حتى تكون الرحلة وأسميها الرحلة إلى المعرض لها مبتغى عند كل واحد المعرض بينعاقد أستاذ ماروان في ظل ظرف في حرب بنشهدها على قطاع غزة وفي ظل حضور مرة أخرى للقضية الفلسطينية وده حيخليني أسأل حضرتك إلى أي مدى تمثل الثقافة الفلسطينية في دورة هذا العام حضورا على مستوى الأدباء الكتاب على مستوى حتى الفنون المختلفة السينما الفلسطينية وغيرها أكيد وحضرتكم بتحطوا برنامج هذا العام كان في الاعتبار أن يكون هناك مساحة لحضور الثقافة الفلسطينية يعني طبعا حضرتك مساست قضية مهمة مهمة من الملفات التي طرعها الدولة المصرية الحقيقة ليس الثقافة الفلسطينية فقط لكن نحن فتحنا على كل القضايا العربية والدول العربية يعني يشارك معنا من كل الدول سواء كان فلسطين أو الأردن أو قطر أو غيرها من الدول الشقيقة كل القضايا التي تعني الوطن العربية تعنينا نحن بالفعل جميل ونحن لا ننفصم عن مثل هذه القطايا وبالتبعية هي لها فعليات ومشاركات داخل البرنامج الثقافي ربما لا أريد أن أكون سابقا لما سيعلن لكن أضع كل نقطة في وقتها لابن الله طيب يعني يمكن البرنامج الثقافي خلييني أقول للمعرض ليه دايما تاريخ محفوظ في ذكرة المعرض هل السنة هيكون في عرض الأبرز الندوات على منصات خاصة بالمعرض طبعا بدأنا بالذكاء الاصطناعي والرقميات وغيرها تم عقد بروتوكولات مع بعض الشركات التي تنقل من خلال الوسائل المجتمعية أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها فبالتبعية نحن عندنا منصة للمعرض قائمة منذ عامين أو ثلاثة منذ عام 2022 تقريبا هذه المنصة ربما لو أستذكر الرقم عليها زيارات تخطط 128 مليون مشاهدة أو أكثر هي منصة توازي ما يحدث على الأرض وتنقل الحدث تباعا وبدأنا في التفكير في هذه المنصة حقيقة منذ عام 2020 وقت نجبة كورونا على العالم فكان لابد التفكير خارج الصندوق حتى تتاح الوجبة الثقافية التي تقدم للجمهور المصري وغيره ألا يفقدها حتى في ظل هذه الأزمة فبالتبعية نحن عندنا منصة وكذلك تم الاتفاق مع شركاء لنقل هذا الحدث بطرق مختلفة كمان أعتقد المنصة دي لها دور مهم جدا فيما يعرف بذاكرة المعرض لها توثيق لأهم الندوات التاريخية اللي مرت في تاريخ المعرض كان عندنا قامات فكرية كبيرة وأسماء كبيرة فأي حد ممكن يدخل إلى ذاكرة المعرض ويشوف تاريخ هذه الندوات والحوارات الفكرية المهمة السؤال اللي بيسألوا الناس كلهم فكرة الأسعار أسعار الكتب لأن دا سؤال مهم جدا حضرتك شبهت رحلة الأسرة بني دي رحلة ثقافية للكبار والصغار ولكل شرائح المجتمع أسعار الكتب مهمة جدا بنسأل هل في برنامج ما معين تخفضات ما معينة في تعاون أو تنصيق ما بين دور النشر المصرية والعربية في أن تكون أسعار الكتب نوعا ما في متناول محبي وعشاق القراءة أكيد طبعا هذه هي فاكهات المعرض التي يبحث عنها الجمهور وبداية توجه الدولة المصرية للوقوف من قبل القائمين على المعرض يعني توجيه مهم أن يكون أن يستشعر النشر أن الدولة تقف بجواره هذا الوقوف جعل هناك مبادرات هذه المبادرات تمثلت في الإعلان عن عدة مبادرات سواء من وزارة الثقافة بقطاعاتها أو اتحاد النشرين المصريين اتحاد النشرين العرب فهناك بالطبع وجود مبادرات يعني اتحاد النشرين العرب في المؤتمر رئيسه أعلن عن مبادرة الكل يقرأ في معرى القائرة دول الكتاب وأعلن عن خصومات تصل إلى 70% يعني من 50% 60% 70% ده بالنسبة للاتحاد الكتاب العرب وكذلك اتحاد الكتاب المصري حضراتكم عندكم في الهائة العمل الكتاب ياسف اتحاد النشرين في الهائة العمل الكتاب وهيئة قصور الثقافة وغيره بيبقى فيه تغفضات قوية طبعا المركز القوم للترجمة أظن إلى 70% 50% وبرضو المبادرات يعني بتتجدد السيدة الدكتورة الأستاذة نيفين الكلاني كانت منذ عامين أعلنت عن مبادرة القراءة والفن الجميع وهي مبادرة تتجدد كل معرض يباع فيها الكتب أو الكتاب ما بين جنيه وعشرين جنيه فمازالت المبادرة موجودة حقيقة المعرض جاذب الكتب فيه على كل المستويات ربما من يبحث عن كتاب سيجده الأسعار متفاوتة أنا أعجبني كمانا المعرض يمكن أنا حضرت السنة اللي فاتت وشفت قد إيه المعرض جاذب زي ما حضرتك قلت يعني أعمار متفاوتة يعني شفنا العائلة وشفنا الطلب وشفنا الطفل حتى يعني أنا شفت أطفال كتيرة جدا مع أهليهم هما اللي بيقضوهم على أجنحة الطفل شفنا الراجل واحد واستة واحدة هرايحين يشتروا الكتب شفنا عدد كبير من الناس بنتكلم على نصف مليون فيما فوق ظهروا المعرض السنة اللي فاتت هل فيه أي استهداف عدد للزائرين السنة دي مختلف أكتر أقل من استهداف قد إيه السنة دي فتا يعني طبعا حضرتك الأطر التي توضع من أجل عوامل جذب للجمهور لا تجعلنا نمفي أن معرض القاهرة دا ولكتاب أصبح مناسبة على أجندة الأسرة أجندة على الأسرة وربما مع استحداث المكان وطبعا كل يوم فيه جديد احنا تكلمنا عن الزكاة الاصطناعيفة بالتبعية هيبقى فيه فرع كبير موجود في المعرض أهمية وجود معرض القاهرة دا ولكتاب هو يعني أن الثقافة داخل الأسرة ما زالت موجودة حتى ولو الثقافة ترفيهية بالنسبة للأسرة فوجودهم داخل معرض القاهرة دا ولكتاب هي ثقافة في حد ذاته ربما يكون حضرتك بردو رأيتي الدورة الفائتة الرحلات المدرسية والرحلات الأسرية الكل ينتقل حتى لو مش في رأسه أنه سيقوم بالشراء لكنه في جو الحدث لكن بالتبعية المصريين رغبتهم لاقتناء الكتب ما زالت موجودة حتى ولو كان كتاب أو اتنين احنا طبعا بنشجع كل المشاهدين بتفرجوا علينا النهاردة زوروا معرض الكتاب خدوا أولادكم وروحوا معرض الكتاب يعني معرض القاهرة الدولي الكتاب من أهم الأحداث أو الفعاليات اللي بتحصل لنا كمصريين ومرتبط بنا بوجدنا من وإحنا كده صغيرين والنهاردة في استحداثات كتير أوي حصلت والمكان بقى أكبر بكتير بيساعي ناس أكتر في الله اتشجعوا وروحوا وإحنا هنتابع لحظة بلحظة وهنزور معرض القاهرة الدولي الكتاب شكرا لك طبعا لأستاذ مروان حماد المشرف على البرنامج الثقافي بالمعرض شكرا لك يا فن شكرا لحراتك على كل المعلومات دي وزي ما بسنتك كنت بتقولي فعلا هي أجمل رحلة زي ما حراتك قلت هي رحلة الفكر وصناعة الوعي لكل الناس فرصة مهمة جدا بنكرر مرة تانية يوم 24 يناير ليوم 6 فبراير كل يوم المعرض هيفتح أبوابه للزائرين من الساعة 9 الصبح بدل حد الساعة 8 بالليل أجمل رحلة هي الرحلة مع الفن والمعرفة والكتاب ده كان استعراض كده سريع مع الأستاذ مروان حامد عن كلامنا عن برنامج الثقافي للدورة الـ 55 لمعرض قاهرة دولي للكتاب